شكراً قضى بايدن عامه الأول اختلف عن سلفه دونالد ترامب في ملفات خارجية عديدة لكنه كان نسخة عنه في ملفات أخرى كما تراجع عن عود معينة ووفى بأخرى وهو ما ظهر جلياً في أحدث التطلاع للرأي أجراتو ريترز إبسوس حول شعبية الرئيس الأمريكي التي هبطت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى خلال فترة رئيسته مع تأثر معنويات الأمريكيين بجائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار اقتصادية استطلاع الرأي الذي أجري على مستوى الولايات المتحدة يومي التسع عشر والعشرين من يناير أظهر أن ثلاثة وأربعين بالمائة من الأمريكيين يؤيدون أسلوب بايدن بينما يرفضه اثنان وخمسون بالمائة ولم يكن الباقون متأكدين من موقفهم بايدن كان على دراية بأن العالم كان يترقب تحركاته الخارجية الأولى وأولوياته لكن يبدو أنه انشغل عن التحديات الداخلية مما يجعله معرضا للخروج من البيت الأبيض كسلفه ترامبا ترجمة نانسي قنقر